إذن هي صندرا نشأة التي عادت صندرا بصال بعد عشر سنوات أو حداشر سنة من التواقف على الإنتاج الدرامي السينمائي بترجع صندرا بصال مرة أخرى إلى الشاشة بفيلم شديد النعومة وشديد الجمال شديد الروعة وشديد الرقة وشديد الرومانسية وإن كان هو فيلم قصير إلا أنه تقريبا يحمل يعني بشكل هائل جدا كل مشاعر وأفكار وأحاسيس ورؤى صندرا بصال السينمائية لكن يبدو كمان أن اختيارها ويبدو أن موضوع شكلي محض حكاية أنه صندرا نشأت فليه على لا فيه صندرا بصال وراء هذا الموقف الشكل يعني وراء مضمون كبير وهائل كأنها عودة لإحياء جديد لمشوار آخر تحمل هذه المرة في اسم الجد مش اسم الأب فلا أي حد حتى في اختيارها لإسمها كأنها بتحاول تحاول تشاور لنفسها ولينا على شيء وزاوية ورؤية جديدة عند صندرا المخرجة اللي أعتقد أنه فيه يعني إيمان كامل بموهبتها الرائعة وإن كان فيه على الرصيف نفسه إيمان كامل بكسلها المريع بإنه إزاي في عز التواهج السينمائي بتقدم أجمعه الأفلام النجحة والمتميزة تغيب لمدة عشر سنوات أو حداشر سنة عن تقديم عمل جديد صحيح في الفترة دي عملت كذا فيلم تسجيلي منه فيلم زائع السيط وزائع الوطنية وزائع النجاح وهو اللي رجعت لنا فيه مصر جميلة واللي أظن أنه كان باين فيه بالنسبة لي أنا حتى لأنه أعرف صندرا قابلكو كلكو يعني أنه كان باين فيه صندرا حقيقية اللي هي بتبحث عن نفسها فيه صندرا المصرية اللي يعني مهتمة جدا هي جاية من طبقة مستورة يعني الطبقة المتوسطة العليا شوية واللي ممكن أنها ملاجرة جنية وعضونا دي الجزيرة يعني لكن هي هتموت على أنها تبقى مصرية بتاعة الأهاوي والشوارع والناس والخراط والحاجات اللي هي يعني ايه تدفعها دفعا إلى الشجن وإلى الالتحام بهذا الواقع المصر الصميم وبالنسبة لها برضو هي بنت المدينة بكل المقاييز بنت المدينة لكنها تهوى وتسقط في غرام وهوى الريف بشكل يعني مش سياحي يعني مش بشكل سياحي لأ بشكل فعلا قربة حميمة جدا للريف المصري وهي كمان تبدو يعني نكبوية كده جاية من منطقة تعليمية على ثقافية على طبقية مختلفة لكن هي مقتحمة طول الوقت وتحيث أنها بنت مصرية جدعة جاية لك من أعمق شبراء هي صحيح من ربسيس لكن يعني من شبراء أو من أي مكان في مصر فدايما وندفعها في قلبها على لسانها وأحادية كده في التعبير عن نفسها وتفتشغلش مالها كتير بردود الأفعال إلى حد أنه مولك وهي مزيج كامل كده من شابة مصرية استطاعت أنها يعني تعبر عن مصريتها بقوة لكن كمان هي نجمة جماهيرية بكل المقاييس يعني أعتقد لا توجد في مصر نجمة يعني على طريق النتبة مخرجة ونجمة فيه طبعا مخرجات كبيرات عظيمات مؤديات دور حقيقي في السينما وفي الدرامة التلفزيونية وموضع احترام وتقدير واسع من الناس كلها لكن بالنسبة لساندرا هي نجمة جماهيرية يعني نجمة مخرجة ونجمة جماهيرية في نفس الوقت الناس تعرفها رغم أنها مش ممثلة إلى أنها معروفة كنجمات السينما تماما واستقبالها عند قلوب الناس ومشاعر الناس استقبال النجمة السينمائية زي ما يكون حولت المخرجة إلى نجمة على طريق يوسف شهين النسائية كده إنها هي في حد ذاتها كمان موضوع مش بس أفلامها فطبع هي طول الوقت في صدارة المشهد وفي الاهتمام بيه وفي الاهتمام بأبعاد ما تفعل وما تقدم عليه بصرف النظر حتى عن العمل الفني اللي هي عملته ومن هنا جاء همية إن احنا نستعيد ساندرا للسينما مرة أخرى عبر تجربة أخويا وفيلمي بقولك دافئ جدا وشديد الرقة والعزوبة وطبعا مشاهدة دلوقتي متاحة على منصة نتفليكس لكن هبدأ أنا الآن أسئلتي للسيدة ساندرا بالصال صديقة العمر الجميل وأسألها عن لماذا كل هذا الغياب يا عزيزتي ماذا كل الكسل اللي قلته الكسل الرهيب إيه التقديمة الجبارة دي يا بريم الله يخليك فان لا يعني يا أقول إيه طيب لا أنا ممكن أقول أكثر كده في مذكراتي أقول أكثر لا أخلص في المذكرات ببا مش دلوقتي كسل رهيب زي ما قلت كسل وتشتيت وكان أحلى حاجة لما قبلتها قلت لك يا بريم أنا مش عارفة ليه بقيت مشتتة قلتلي أنت طول عمري كده يعني ففجأت إيه ده كنت طول عمري كده إزاي مشتتة مش عارفة ولازم لي طول وقت دافع كويس ما كانش عندي الدافع أو الحماس عشان كده منزلت الشارع وعملت الحاجات دي اللي هي مصر جميلة وكان هو ده الدافع اللي هو أني بلاي كان كل ناس بتتكلم وقعد على الترابيزات وتقول للناس حاسة بإيه وهي عايزة إيه فلقيت إنها طب منزل أشوف كده الناس عايزة إيه ومن الرحلة دي أظن إن أنا بوست شوي بوست بمعنى إنك عارف لما تقرب قوي من واقع ومن حقيقة ومن الناس كده بالشكل ده فتبقى ما نفسكش قوي في نفسك في الممثلين ونفسك في بس حايز كده تقرب لده ولقيت نجاح في الحتة دي غريب غريب لإنك أنت مش مزوره قوي مش لعب في قوي وطلع بالحلاوة دي وطلع إن عندك لوكيشينات وفوغي ترك مع الناس الحقيقية بالزبط كأنهم أبطال وبشكل تلقائي وبتدير إحوار بشكل تلقائي إنما مع لص وسيناريو والسنين حاسة إنه كان أبعد بالحقيق آه كرافانات كتير وتوتر إنت بتنزل الشارع بكاميرا وتبتدي تصور الناس فتلاقي الوشوش كلها زي الأبطال بطل وتحس في كل وش حدوتة حدوتة مصرية بجد في كل وش وكنت بختار يعني الزوايا أو الأشخاص زي ما أنا شايفاهم كده فتلعوا الجمال قوي يعني وعشان كده مصر جميلة فبطلعت حيزة ده مصر جميلة بس أهم حاجة في الفيلم ده تحديدا إنه مش مصر السياحية يعني ده مكانش إعلانة عن السياحة فمصر جميلة لا ده كان مصر بطنها وبأرضها يعني بالبيوت الطين اللحمة الطين اللسود أو الطوب الأحمر مش مصر المعدة لإعلانات السياحة يعني وتعالوا نورونا وبتاع ما كانش كده ما كانش كده ولا قصدي ولا حد كان بيقول إنزال يعمل إي كده بس كان نفسي أشوف وجهة نظر الناس في الفترة دي مسلا لما ده حصل لقيت الزوايا اللي انت بتختارها انت عينك كل واحد عينه بتشوف حاجة أنا عايز أشوفها كده الحقيقة إن أنا جوه عايز أشوفها كده ولو لم يكن هذا الواقع أنا نفسي أتعادي بدا ونفسي الناس تتعادي في مراحل كتير قوي بدا إن شوف الجمال شوف من مناطق دي نهدى شوية لأنه بس هو يمكن علشان أنت ممكن ما عملتش الأفلام دي قبل ما اتعادي في مصر جميلة أفلام الأكشن والدراما دي يعني كان غير يعني أنت ما بدأتيش باللحظة اللي كنت عايز تبدأي بيها لا آخر شي تكت هي اللحظة اللي أنا عارفتك منها اللي هي المقالة اللي أنا ما كنتش فيها وفي الإسماعيلية يعني بفتكر اللحظة دي هكذا فعلت دي فيلم سندرا الجميلة وأنا ما كناش نعرف بعض وأنا في فرنسا فلقيت مقالة إيه دا بيتكلم في السياسة اللي خلاي يكتب على المشروع دا كنت حاسة دي السينما اللي أنا حبيتها مشروع تخروجي دا اللي أنا حلمت بيه وده اللي سعيت ليه وده اللي أبوي اللي ما كانش موافق وده غلطه بعدها شوية كنت حتقول حاجة بس أنا قطعت لا كنت أقولك إنه بعد الآخر الشيطة حصل مبروك وبولبل ثم مجموعة أفلام يبدو فيها إنه كان عندك رغبة في إنك تظهري بإمكانياتك وبطقتك الشديدة في الإخراج وبهرتك وبراعتك وتقديم صورة مختلفة إنما ما كانش المحتوى هو المحتوى اللي كانت اللي كنا بنتكلم فيه بزبط آه وده دي الحقيقة يعني كان المحتوى ما كانش هو الأهم فكنت بحاول ببزقه بأي شكل بس لإنه المشروع ما كانش ينفع يبقى جماهيري وما كانش ينفع ده ليبقى للناس فعملت مبروك ببولبل وكذا حاجة وكان دايماً إنت ما تقابلني تقولي لسه مش ده وكان جواك ده طول الوقت لسه فاكرة كانسيني أحياناً كان ده حتى لو هي كليب غنية فعشان كده أول ما تزيل الشارع وتجيب المصريين وتطلع فوق السطح شايف إيه على طول صندرة تظهر بقوة إني ما عرفش أنا حاسة أن أنا ممكن في مرحلة عمرية في مرحلة ما ولما بعدت أكتر بتبقى أعمل زي البراشيوت بتبص كده من فوق عايز أرجع للبنت اللي حبت السينما دي اللي هي ساعد بالطريقة دي لحبها ده خوفت أمسال خلتني أبعد شوية للحكاية دي فعلاً لما نزلت الشارع حسيت أن أنا بقرب تاني وصندرة بصال جامع هنا عشان الإعلان الحلو أنتوا حطينه هو لماذا طول عمري أنا صندرة بصال يعني أنا بمدي صندرة بصال صندرة بصالت فضيع الموضوع ده وكنت بالعب مرة بكتب صندرة أهو صندرة نشأت يعني ما الحقيقة لعبة في السينما شبه واما لما بشوف الأفيشات بتاعتك كده بتحس أن لسه مش آه لسه لسه ولا حاجة لا لا ولا حاجة حتى بحس أيه دوء يعني ولا حاجة لسه تخيل لسه لما هم لسه عشان صندرة لازال ما تقولوا أنه تقدمه يعني بحس بالفضل الناس والامتنان ده اللي هو إذا كل ده وإنتوا مبسوطين أو لا والله ما فيش حاجة لسه فحاسة بالتالي حاجة زي إيه حاجة زي يعني مثلا جوائز مشاركة في مهرجانات جوائز ليكي باسمه مصر يعني فات لا لا أطلع النوح يعني إيه الحاسة بالزبط يعني لأنه في رابط هنا أخر شيطا أخر شيطا أخر شيطا إنه الأفلام كلها أفلام نكحة جماهيرية فيها كوميدي لايت واجتماعي خفيف فيها بوليسي يمكن الناس تتكر قوي إن الملاك سكندرية قدي عمل يعني بعد كده موجة لأفلام التويست ده عشان ده كان إحساسي هيتشكوك خاص أه إنه قدي الأفلام الأكشن دي فيه فيلم عصابات المصلحة يعني مرضو ودي مش كتيرة في سينماتنا المصرية فإنما هوية سندرية بين الأفلام دي كلها لو هي الجامعة يعني ممكن فاطينة عبداللهاب شوية وما هي ألاقيها كمان شيخ شوية يعني فإنما هي فين بقى سندرية هي فأفيش قبل ده وأفيش بعد ده يمكن أبويا أخويا أكثر أخويا طب خلينا نشوف البرومو بتاع أخويا علشان أخويا أخر الشتاء يلا نشوف سندرية بصل حلو بالإنجليزي فأنا بمضي سندرية بصل طول حياتي سندرية نشأت حطيتها في مشروع التخرج طول معها تبقى لي سندرية بصل بصل مش هي جربي جربت جربت لقيت كل تعرفت خلاص جاية غير لا لا متغيريش فالحياة خد اتنين مغايش جواية نفسية حطها اللي نفسه حاجة يعمل يعني بقى أنا في المرحلة زي في هذه المرحلة النفسي حاجة أجربها وأعملها هايل وجالك ده بقى أخويا وجالك أخويا المشروع جاي إزاي دي بتخويا يعني المشروع جاي من أونتوان خليفة صديقنا وهدي الصديقة المهمتحبني يعني حنعمل حاجا قسيرة نحن نفسنا الفيلم ده اونتواا اكتر يعني هو مهتم بدايه يعمل افلام عربية اه جت كده وتتعرض في ناتفليكس او بتاع بس انه اللي بتدي افلام عربية ذات رابط واحد الحب دي اظن كت فكرة عزة هم قلولي فكرة عزة شلبي انه نعمل عايزين حاجة ناتفليكس تبقى الكاتب هنعمل فيلم لناتفليكس في عيد الحب ولازم يبقى يعني يبقى black comedy وخلاص ساطر كده لكن نجيب سبع افلام وسبع مخرجين مهمين من البلاد العربية فانتي من مصر وخيري بشار طبعا خيري يعني يبقى موت فيها طبعا انا حبيت السينما عشان الناس دي فعجبتني الفكرة تمام نعمل فيلم وحاجة قصيرة ويلا وبنجرب ونانا فاسي قصير الفترة دي نعمل فيلم قصير وقلت تجربة وتمام يا حرام فضله ستة شهور خلصنا الفكرة يا صندرة مفيش فكرة مش لقى يا فكرة اظن لولا الححم ولولا ايمانهم انه لازم ارجع انا مكنتش عملتها ابتداء من انتوان ابتداء من من اللي معايا بقى يعني هاني وفادي مساعد قال لي طب نيفسة اشوفك بتخرجي يعني انت مثل اشوفك بس بتخرجي هاني ابضالة المنتج الفني والمنتج المنفس في دي ورفيق اللي انا اللي لقيته بقى رفيق انا جبته رفيق مورس بالزبط لولا ايمانهم انه لازم تنزلي يعني مش هيحصل حاجة وانه حتى صورنا انا فاكرة صورنا يوم وبعدين نكمل بس انزلي ولما نزلت لقيت المسألة تمام اه ده راجع تاني يعني حييلوا لهم انا مكن قبل ما تنزلي كتبت ازاي جبت بقى رفيق ليه بقى لان انا مثلا لو كاتب اهي خلق اصدق كنت بتلكك طول الوقت ان انا يعني اتأخر منزلش ماروحش خايفة برضو بقى لي كتير ونفسي امها يعني العاشر سنين دي شاهدت طبعا محاولات كثيرين لاقناع صندرة بالعودة وهي كان عندها مشروعات تشتغل فيها تراجعت عنها في اللحظة الاخيرة كتير اسماء كتب يعني ممتازين يعني موجودين في المشهد معها لكن هي مشروع ما بيكملش لاني عايز الاقي الومده بقولك اللي بدار عليه اللي انا مش عارفاه يا ايه فاحتمال ان انا تنقياتي او يعني ان انا ناقي نعمل ده مع رفيق انه عنده نفس الومده دي هو لسه بيطلع وهو اصلا مهندس ونقولوش علاقة بالحكاية دي وبيكتب ومرة قابلني كنا في الجزوية رايحة بعمل بتاقب من اربع سنين مثلا بعمل ندوة ولا ايه ولقيت ولد كده ويه ده صاحبنا بيكتب بس وادلوقتي يخلص فجاي بيديني كتاب بمنتهى كده يعني اه ده كتاب كتب يعني فببص على الكتاب حواديد بيت الراحة بتقولوا حواديد بيت الراحة بس انا شاف يعني ان هما يتقروا كده يعني هما مش حاجة مهمة قوي الروح دي بتاعته عجبتني انا كنت دايما حاسة شكة في نفسي هناك وعيسى ولا فعايزة حد يثبتلي ده انا فيه حاجة لما قرأتهم لقيتهم قدقل وزاز ودموم خفيف وفيهم مشاعر وفيهم دفع كده رهيب اه حاول دي وهم موجود لحد الوقت هو لازم اه اه وهم لوزاز كده وصالي كده ما تفهمش بعد ما حصل كل شوها مش لقيا فكرة فقلت الفادي اللي هو بساعد المخرج معاه اللي هو يبقى مخرج مهم قريب انا بقى بنائيهم كده مهمين وبعدين اخد منهم كل حاجة حلوة فقلتلو هاتلي الولد ده انا فاكرية ما تشوف الولد ده فيه ما عرفش ايه رسل وفيسبوك بقى الحاجات دي وقال لي بجد قلتلو يلا تعالي نحاول على اساس بجد هدينا بنهزر لو نفع رفيق في دلنا نعمل كذا فكرة وكذا حاجة انا لقي معزب بالنهاردة معزب ما يا جم اه عشان الزمالك ينهزم اه انت عرفت اه اه انت عرفت ايوا صح معزبت لي مش هيتفرق اه 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 وده عشان كده انت بتحبوا اه اه لا عشان كاتب جميل عشان كده صوتك ريق وحزين اه صوتك ريق وحزين كده في شجل في شجل واناقول ابراهيم رق كده اه معلاش ابراهيم انا كنت زمالكوية اه لا مش لحاجة بس اه بس انت طول عمرك زمالكوية بطلت بس الاهتمام شوية انما انت زمالكوية اطول زمالكوية بقى اه كاتوليكية كلها اقليات اقليات كفاية بقى اه اه وجه رفيق وجه رفيق فابتدينا فعارف برضو ايه كنت حالة طفشه اه يعني انا كسلات انا كسلات لا اه مش هتكتب طب يا رفيق والولده خلاص مش هتكتب يا عم بتاع زيزه بقى لوقت ابعد رائع احمد عبد العزيز المصور مجرد تصوير الجميل هاني قلتوا يا جماعة لما تحددوا يوم تصوير بقولوا لي انا مش معاكد نعم كل شوية رفيق قال لي هتعمله انا متأكد انا مقمي هنعمله وهتشوفي سيبك منهم وكتبته فبقيت اه بقيت حس ان هو الباور بتاع هو هو اضعف حد فيهم بمعنى ان هو مش بس اضعف وعمره مليش مليش امارة يعني معملاش حاجة هم كلهم ليوم امارات فمتفهمش الجملة دي حسستني انا مش هغزله وهنعمله ومنها بقى مش اقلق ناطين جدا فبقيت هنتكلم بقى ايه و ايه الفيلم بالزبط و ايه اخوية ثم ازاي احمد عز وافق على انه يشارك في فيلم قصير و من النوع ده وهو الحقيقة ظهور احمد عز مشرق في الفيلم الحقيقة يعني واضف له الكثير لكن خلينا بعد الفاصل نكمل رحلتنا مع ساندرا هكذا فعلت بيه ساندرا الجميلة فاز اقول لكم دي كان سانة كم منشورة دي هكت عايز اجيب المقالة هاجيبها طيب الف سحباتين وتسيين يلا و اعرفك و اعرفك انت كنت بتدرس لنا غالبا اخويا ساندرا بصل احدث الاعمال و ارقها و اجملها لكن كمان انا متأمل سينما ساندرا بصل او ساندرا نشأت بلاي نفسي اصد غياب يا ساندرا للبطلة يعني الافلام تقريبا ذكورية كلها يعني عندي بطل حاكم حاكم كده جوه النص السينوية بتاعك هو النجم وفيه نجمات طبعا فيش شك لكن ما فيش هم بطلة هم مواطنة مصرية بطلعة ماشية وراها انت و سكيتها و حياتها يعني لما انا في ليه خلتني احبك حرامية طيلا ما لك كل ده افلام جميلة فيها الاكشن وفيها الدراما وفيها الكوميدي لكن ما فيهاش الهم النسائي مثلا ما فيهاش عالم اريده حلا مثلا ما فيهاش نجمة مهمومة انت بتقدمها كوجه مصري عم مشاكل الست المصري مفيش ده لا انا همي لبني آدم الانسان فمش معاك قوي انه هو بس بيبقى بطل لا هو بطل بس يعني مش معقولا من غير وجود غادة ونور وياسمين وما يبقاش في فيلم فانا همي لبني آدم يمكن انت بتقول عشان السينما النسائية هو ده اللي احنا لا مش بسينما لانه سعيد مرزوق مش مست انما عمل اريده حلا ولا احساب القدوس بالزبط بالزبط اريده حلا غير قانون قضايا المرأة المصرية حاجة مهمة جدا مش بيتبنيها ستات بس بالزبط لو انا همتني القضايا دي هعملها بس مش كوني ست فبكرى شوية الحتة دي اللي انا اما دخلت المعهد والله عمرها ما كانت في جماغ يعني عمرها ما كانت ايه ده انتي مخرجة ست مخرجة بحب السينما فكان طول الوقت احساس الناس انها تزود هلأ ايه ده ايه ده انتي مش مسيحية ومش متهدة مسيحية في الشغلان اللي مش متهدة انا مخدتش بالي يعني فهم بجد يعني وكاتوليك كمان حسنا انتي كاتوليك وسريان وسريان كاتوليك يا الله انت وماما جريك كاتوليك يعني لو ابونا رفيق لو بتاع جريك كاتوليك فبيقول لي لما انتي تروح قوليه حطيت بصال لان احنا من العثمانين اللي جم ايام اللي تقتلوا احنا ايه اللي بتتكلف فيه ده فولدت كده هو شو العثمانين من المسيحين اللي اطوردوا عزبوا من العثمانين طولها هنتكلفوا عزبوا وطوردوا خلاص بقى مسامح كريم وخلاص بقى فأصد انه انا طول الوقت دخلت في حاجة فانت بتحاول عارف اللي هو يزوءك اللي هو تصنيف زي الاجندة كده هي نفس الفكرة انت بتتزاقف حاجة ايه ده انت اقول مرة تاخد بالك منها ايه ده بجد والله انا ايه ده ما اخدتش بالي لان لما اسيا عملت ناصر سلوح الدين وانت جاته وفلست محدش قال دي ست قالوا اسيا فانا احب يقوله صندر هو صير مصرية كلها قامت على كتاف الستات حد قالها سلطرنات الشاشة دلوقتي تقول ده باهيكة حافظ دلوقتي بنقولها بس هي ساعتها الستات دي كانت زي زي الراجل يعني بتعمل الشغلة اللي بتحبها فانا ما دخلت الشغلالة دي كان العقب ان انا دخلة السينما هذا الوسط السينمائي اللي هو كان دايما صورة يعني فانت دلوقتي لك اسمك ومكانتك ويعني وثقة لك في الوسط السينمائي وقدرتك على انك تأملي اي حاجة انت عايزاه فالسؤال هنا ايه اللي انت عايزاه لانه بعد كل المنتجين والنجوم والكتاب اللي حاولوا رأى عشر سنوات يتنقلوا بعد الافلام دي بيك الفيلم تاني انت سيبت كل ده وقمت يراها عاملة اخوية صح فانت عايزة ايه بالضبط بقى يعني عايزة يعني عايزة سينما اخوية على كبير ابويا ابويا يا سلام يعني ليلو اخر الاحساس ده الروح ده اول فيلم نسوى اللي كنا هنعمله لا ده مسلسل معروف بسم الليلو اخر لأ هم خدوه بعدها كان فيلم بنا هنعمله اول فيلم هو السيد زيحي يستأذلك السيد زيحي الفقراني لا اللي غريب اهو يحطوا الاسم ده زي وطلت اه خمص ده ولو ما كانش اتعامل الليلو اخره اللي مش عارف ممكن نقولهم انه كان فيه كل حكاية قائمة على واحد بيكلم انسرينج ماشين يحكي له مشاكله مسلا فاحنا ما بقاش فيه انسرينج ماشين العقدة راحت العقدة راحت فحنا حاول نغيرها يا عالتاريخ لا ينقصد من اول الاخر شتا لغاية النهاردة احنا ملايه بدور علي عارف اقولك حاجة بنظر بقى فترة طبعا لو تنظير بداية الشغل الحقيقي مش دايما لا لا التنظير بيعدوا ما بيشتغوش لو اكتفوا بالتنظير طبعا انما اقولك ده تغير فانا بقيتها تبست قوي انه فلان ما تغيرش انا مش عايزة اتغير انا عايزة ارجع للحتة اللي انا حبتها دي فانا ممكن اكون اتغيرت ان انا بعمل حاجات بس انا مش عايزة اتغير انا عايزة ارجع في الحتة دي انا عند النقطة دي ليه حاسس عند نقطة اخر شتا النجاح ده كله ما عشبعش ما عشبعش لا ولا حاجة انا بعدت مش عشان شبعت انا بعدت عشان اشوف هو انا عايزة ايه وبعدين انا في فترة شوية الناس اللي احنا حبينا السينما عشانهم دي مش موجودين بيروحوا جابوا يعني عملا على حاجة ولا اللي هو يعني يقصد محمد خان عاطف الطيب ايه ده معقولة الكلام ده يوسف شهين كل الناس دي اللي انا دخلت عشانهم فاحنا مش احسن منه في حاجة كلنا نعياء وكلنا حنمو يعني كل حاجات كتير قوي لا وانا كان اتضم حسن الامام وكمال الشيخ لانه ده الجيل اللي قبله صدرة من اليوم الاول اللي عرفتها فيه كانت محترمة جدا التجارب دي والاسماء دي الاسماء الكبار مش زي امناء جيل اعتبروا النقد اليساري بس قال للناس صراحة صراحة ابو سيف ويوسف شهين وتوفيق الصالح وفيش حد تاني لا الحياة من اليوم الاول فيه عزة ديزو فقر عندها وفيه فاتين عبدالوهاب وفيه فاتين عبدالوهاب وبركات حب هنري بركات جد يعني فمنفتحين على كل مدارس السينما مش على اليسار قرر ان دول احسن حاجة في الدنيا ودول اللي حببوني في السينما فبقولك دول اللي انا دخلت عشانه وقيت الجيل اللي انا معاه يا الله بيروح فين دا وسامير الفريد اللي بنقضني دا راح فين دا عامين اللي هيقو يعني دي كلها تحسسك لا انا عايز اعمل اللي حببني في السينما مع الناس دي ومش عايز اعمل افلام برضو انا كنا بنسامح فيها برضو مخرجيننا الكبار اللي هو يا خبر لمحمد خاني اللي كده فانا كنت اقول لا اكيد اصده حاجة هو مش اصده حاجة هو ازهي اتا عايز نعمل فيلم ما نفسيش في المرحلة دي بس نفسي اعمل الحاجة اللي قدر عليها دلوقتي بإحساس اخر شت اخوي هو اخر شت يعني صحي فيلمك الاول فكرك يا ناسيني حاجات الشارع حاجات اللي هي فيها طبيعية يعني مش عارف نشكرك على عودتك جدا انا اللي مشكورها جدا تستمر وتستمر وتستمر وتتوهج وقايمة الافلام دي المرة جاء نتناقش وفيه اربع افلام زيادة اضافيين اتغير بقى ابراهيم اتغير وعمل فيلمين في السنة المفروض يعني المفروض انا افتكر حق ده اتتترج على عاطف الطبيع وعمل فيلمين ثلاثة في السنة ومشوف احمد زاكي وبيعمل اربع افلام في السنة وعاد لا لازم قايمة الافلام بتاعتك تتوهج يعني هلانا استهدف من القايمة اكبر يعني ممكن مبقاش يعني هو فيش قاعدة بس دايما حفوز كان عمله كتير وعبقاري وصلاح جاين اللي دايما انت بتقول لي صحيح مش يعني الندرة مش معناها العظمة وانا مش ندرة عشان ابقى عظيمة عشان كسلانا بس يعني وقد عادت الينا مع اخويا اشكرك جدا صندرة بصل واشكر اخويا واخويا احمد عز واخويا ادام وكل الاقوى احمد عز احمد عز بشكره بس يعني مش مهم مش مهم ايه طبعا يا جماعة تفضلوا انتو في العادية انا مصادرة نعش نكمل يعني طول عز يعني حواراتنا طويلة يعني وعديدة لو مش انتعرفي تشتغلي من غيري واحمد عز دايما المتصور ايه انا هبقى نجم طول وقت طول وقت هو صغير وطول وقت ما بيكبرش وانا هبقى بلت وزا فريد الله ترشو ورا كده واتأمله هو بينجح وانا اه 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 ده حسين رياض اه ده جلال العلم جلال لكن احمد قطلو انت قال لي لان انا هفضل صغير ياهو مش هيكبر بس انا ببالت ورا بتأمل نجاحه يا خوف يا احمد عز ده مقتك تحصل يا خوف يا عز يلا بإذن الله نشوفكم الاسبوع القادم اما الغد فوعدكم مع نجمي الاعلام المصري الاستاذة كريمة عوض والاستاذ خير رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتفرجوا على اخويا او اخو سندرة بصل اخويا سندرة بصل احدث الاعمال وارقها واجملها لكن كمان انا متأمل سينما سندرة بصال او سندرة نشأت بلاي نفسي اصد غياب يا سندرة للبطلة يعني العفلان تقريبا زكورية كلها يعني عندي بطل حاكم كده جوه النص للسينوية بتاعك هو النجم وفيه نجمات طبعا فيش شك يعني لكن ما فيش هم بطلة هم مواطنة مصرية طلع مشى وراها انت وسكيتها وحياتها يعني لما نافلي خلتني احبك حرامية طيلا ولكن كل ده افلام جميلة فيها الاكشن وفيها الدراما وفيها الكوميدي لكن ما فيش الهم النسائي مثلا ما فيش عالم اريده حلا مثلا ما فيش نجمة مهمومة انت بتقدمها كوجه مصري عم شاكل الست المصري مفيش ده لا انا همي لبني آدم الانسان فمش معاك قوي ان هو بس بيبقى بطل لا هو بطل بس يعني مش معقولا من غير وجود غادة ونور وياسمين وما يبقاش في فيلم فانا همي البني آدم يمكن انت بتقول عشان السينما النسائية هو ده اللي احنا لا مش بالسينما لانه سعيد مرزوق مش بالست ولا احساب القدوز بالزبط بالزبط اريده حلا غير قانون قضايا المرأة المصرية حاجة مهمة جدا مش بيتبناء ستات بس يعني بالزبط لو انا همتني القضايا دي عملها بس مش كوني ست فبكره شوية الحتة دي اللي انا اما دخلت المعهد والله عمرها ما كانت في جماغي يعني عمر ما كانت ايه ده انت مخرجة ست مخرجة بحب السينما فكان طول الوقت احساس الناس انها تزودها لقد ده ايه ده انت مش مسيحية ومش متهدة مسيحية في الشغلان اللي مش متهدة انا مخدتش بالي يعني فهم بجد يعني وكاتوليك كمان حسنا انت كاتوليك وسريان وسريان كاتوليك يا الله انت ومما جريك كاتوليك يعني لو ابونا رفيق لو بتاع جريك كاتوليك فبيقول لي لما انت تروع قول لي وحطيت بصال لان احنا من العثمانين اللي جوم ايام اللي تقتلوا احنا ايه اللي بتتكلف فيه ده ف اتولدت كده من المسيحين اللي اتطوردوا وعزبوا من العثمانين فجوم لاجأوا لمصر مسامح كريم وخلاص بها فاقصد انه انا طول الوقت دخلت في حاجة فانت بتحاول عارف اللي هو يزوءك اللي هو تصنيف زي الاجندة كده هي نفس الفكرة انت بتتزاقف حاجة ايه ده انت قل مرة اخد بالك منها ايه ده بجد والله انا ايه ده ما خدتش بالي لان لما اسيا عملت ناصر سلوح الدين وانت جاته وفلست محدش قال دي ست قاله اسيا فانا حب يقوله صندر يعني لو انا صور مصرية كلها قامت على كتاف الستات حد قالها سلطرنات الشاشة دلوقتي تقول ده باهيكة حافظ دلوقتي بنقولها بسيها ساعتها الستات دي كانت زي زي الراجل يعني بتعمل الشغلة اللي بتحبها فانا مما دخلت الشغلالة دي كان العقب ان انا دخلة السينما هذا الوسط السينمائي اللي هو كان دايما صورت يعني فسنت دلوقتي لك اسمك ومكانتك ويعني وثقة لك في الوسط السينمائي وقدرتك عليك تأملي اي حاجة انت عايزاه فالسؤال هنا ايه اللي انت عايزاه لانه بعد كل المنتجين والنجوم والكتاب اللي حاولوا الى عشر سنوات يتنقلوا بعد الافلام دي بيك في فيلم تاني انت سبت كل ده وقمت يراها عاملة اخوية صح فانت عايزة ايه بالضبط يعني عايزة يعني عايزة سينما اخوية على كبير ابوية ابوية يا سلام يعني ليل واخر الاحساس ده او الفيلم اللي كنا هنعمله لا ده مسلسل معروف باسم الليل واخر لا هم خدوه بعدها لا لا كان فيلم بنا هنعمله اول فيلم سنوات يستأذلك سنوات يحطوا الاسم ده زيه لانه مكانش اتعامل الليل واخر اللي مش عارف ممكن نقولهم انه كان فيه كل حكاية قائمة على واحد بيكلم انسرينج ماشين يحكي له مشاكله مسلا فحنا ما بقاش في انسرينج ماشين العقدة راحت العقدة راحت فحنا حاول نغيرها يا عالتاريخ يعني اقصد من اول اخر شتا لغاية النهاردة احنا ملاي بدور علي على عارف اقولك حاجة بنظر بقى فترة طبعا لو تنظير بداية الشغل الحقيقي مش دايما لا لا التنظير بيعدوا ما بيشتغوش لو اكتفوا بالتنظير طبعا انما يقولك ده تغير فانا بيتت بست او انه فلان ما تغيرش انا مش عايز اتغير انا عايز ارجع للحتة اللي انا حبتها دي فانا ممكن اكون اتغيرت ان انا بعمل حاجات بس انا مش عايز اتغير انا عايز ارجع في الحتة دي انا عند النقطة دي ليه حاسس عند نقطة اخر شتة النجاح ده كله ما عشبعش صدر ما عشبعش لا ولا حاجة ام انا بعدت مش عشان تبقى انا بعدت عشان اشوف هو انا عايزة ايه ام وبعدين انا في فترة شوية الناس اللي احنا حبينا السينما عشانهم دي مش موجودين ام بيروحوا لا 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 دابوا يعني عملا وابداعا او جسدا يعني فايه ده ايه ده ده كله عادي هما افتكروا ان الحياة لا مش بقية ولا حاجة ولا اللي هو ام يعني يقصد محمد خان عاطف الطيب ايه ده معقولة الكلام ده يوسف شهين كل الناس دي اللي انا دخلت عشانهم فاحنا مش احسن منه في حاجة كلنا نعياء وكلنا حنمو يعني كل حاجات كتير قوي لا وانا كان اضم حسن الامام التجارب دي والاسماء دي الاسماء الكبار مش زي امناء جيل اعتبروا النقد اليساري بس قال للناس صراحة ابو سيف ويوسف شهين وتوفيق الصالح وفيش حد تاني لا الحياة من اليوم الاول فيه عزة ديز وفقر عندها وفيه فاطين عبدالوهاب وفيه وبركات حب هنري بركات جد يعني فمنفتحين على كل مدارس السينما مش على اليسار قرر ان دول احسن حاجة في الدنيا ودول اللي حببوني في السينما فبقولك دول اللي انا دخلت عشانه ولقيت الجيل اللي انا معاه الله بيروح فين دا وسامير الفريد اللي بنقودني دا راح فين دا عامين اللي هيقو يعني دي كلها تحسسك لا انا عايز اعمل الجوايا اللي حببني في السينما مع الناس دي ومش عايز اعمل افلام برضو انا كنا بنسامح فيها برضو مخرجيننا الكبار اللي هو يا خبر دي محمد خان اللي بعمل كده فانا كنت اقول لا اكيد اصده حاجة هو مش اصده حاجة هو ازهي عايز نعمل فيلم ما نفسيش في المرحلة دي بس نفسي اعمل الحاجة اللي قدر عليها دلوقتي بإحساس اخر شت اخوي هو اخر شت يعني صحي فيلمك الاول فاكرة كانسيني حاجات الشارع حاجات اللي هي فيها طبيعية يعني مش عارف انا شكرك على عودتك جدا انا اللي مشكورها جدا تستمر وتستمر وتستمر وتتوهج وقايمة الافلام دي المرة جاء نتناقش وفيه اربع افلام زيادة اضافيين اتغير بقى ابراهيم اتغير وعمل فيلمين في السنة المفروض انا مفروض افتكر حق ده اتتترج على عاطف الطبيع وعمل فيلمين تلاتة في السنة ومشوف احمد زاكي وبيعمل اربع افلام في السنة وعادي لا لازم قايمة الافلام بتاعتك تتوهج يعني هلانا استهدف صح هو المفروض يعني ممكن مبقاش يعني هو فيش قعدة بس دايما حفوز كان عمله كتيرا وعبقاري وصلاح جاهين لدايما انت بتقولي صحيح مش يعني الندرة مش معناها العظمة وانا مش نادرة عشان ابقى عظيما عشان كسلانا بس يعني وقد عادت الينا مع اخويا اشكرك جدا صندرة بصلا واشكر اخويا واخويا احمد عز واخويا ادام وكل الاخوة احمد عز احمد عز بشكره بس يعني مش مهم مش مهم ايه طيب يا جماعة تفضلوا انتو في العادية انا مصدر ناقش نكمل يعني في حواراتنا طويلة وعديدة لو مش تعرفي تشتغلي من غيري وا احمد عز دايما المتصور ايه انا هبقى نجم طول وقت طول وقت هو صغير وطول وقت ما بيكبرش وانا هبقى ببالته زي فريد الله ترش ورا كده واتأمله هو بينجح وانا اه اه ده حسين رياض اه ده جلال العلم جلال لكن احمد طول وانتو قالي لان انا هفضل صغير ياه هم مش هيكبر بس انا ببالته ورا بتأمل لجاح يا خوف يا احمد عز ده مقتك تأخذ يا خوف يا عز يالله بإذن الله نشوفكم الاسبوع القادم اما الغد فوعدكم مع نجمي الاعلام المصري الاستاذة كريمة عوض والاستاذ خير رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتفرجوا على اخويا او اخو صدر بصر اشتركوا في القناة